موسيقى حياكم الله مشاهدين إلى برنامج الصعافة اليوم ونتناول فيها كالمعتادة أبرز مجأة في الصحفة المحلية والدولية التي تطرقت إلى مسجدات الشأن اليمني أهلا بحضرتكم وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا بالعناوين التالية ضربات الجوية للتحالف تستهدف مخازن أسلحة الحوثيين بحجة وصعدة نخلة دراهمية ضحية ألغام الحوثيين نيوز يمن أوردت العناوين التالية اليمن خسر 89 مليار دولار في النشاط الاقتصادي المفقود منذ 2015 مركز تعز بدون سيولا والكريمي يجمد مرتبات عددنا من الجهات الضالع مواجهات ليلية في الحمرات وفشل محاولة توغل حوثية بين الأزارق وجحافة جنازة مهيبة للبطل الأولمبي هلال الحاج قوات اللواء 35 تكسر هجوما حوثيا على موقعه في الكدحة عدن تايم طلعتنا بالعناوين التالية قيود حوثية تمنع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر قرقاش يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وكانت خبر أوردت العناوين التالية النقابة الوطنية للشبكات تفند مغالطة شركة يمنت وتدعو للتصايد الخمسة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تعتبر هجمة الحوثي على السعودية تهديدا للأمن الإقليمي الحوثيون يستبدلون بالقوى أحد خطباء مساجد صنعاب آخر حوثية أثناء الخطبة التحالف يدمر أسلحة وعربات وذخائر للحوثيون بكتاف صعدة الأيام أوردت العنوان التالي مسؤول أمريكي ينبغي أن يكون الانتقال جزءا من الحكومة عدن الغد طالعتنا بالعناوين التالية الحوثي ينفي اتفاق مع السعودية لوقف إطلاق النار استنكار أهالي مناطق صلاح الدين من تقاعس المسؤولين لإنقاذ المواطنين المحاصرين من مياه الأمطار الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة مقاتلات التحالف تدمر تحصينات وأسلحة حوثية في صعدة الشرق الأوساط مجلس حقوق الإنسان يوافق بالإجماع على القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية اليمن يرهن أي مشاورات مقبلة مع الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة قيود حوثية تمنع اليمنين من الاحتفال بثورة 16 سبتمبر في ذمار انقلابين واليمن يعرقلون دخول الإغاثة إلى الدراهمية المحاصرة البيانة طالعتنا بالعناوين التالية أحباط هجوم لمليشيا إيران في الظالع مقاتلات التحالف تدكم عقل الحوثيين في صعدة وحجة مليشيا الحوثية مراوغات مستمرة في ظل الصمتة الدولية واشنطن الحوثيون جزء كبير من المشكلة في اليمن 26 سبتمبر ثورة قاوم فلول الإمامة وكذلك المتأمرين هذا العنوان الذي كتبه جلال محمد قال فيها لو لم يكن لثورة 26 سبتمبر منجز سوى تمكين بن الفلاح اليمني من التعليم والمناصب القيادية وفرض مساواة لا بأس بها لكفتها وجعلت منها حدثا مقدسا بعد عقود القهر والتخلف والعنصرية والجوع والمرضة التي تسمت بها حقبة الإمامة والتي على ما يبدو أنها سمة ملازمة لأي حكم إمامي سلالي في اليمن وواقعنا خير شاهد على ذلك في ظل تسلط الحوثيين لقد جاء نور السادس والعشرين من سبتمبر مبددا ظلام الكهنوت وكاسرا لتسلط معلنا بعثا جديدا لليمنين ومستنهضا لهمتهم التي فتورت جراء السلالية والتعامل الدوني من قبل الإمامة وزرعها لبدور الشقاق والخلاف والصراع ورعايتها للجهل والتجهيل ليكون التخلف والتمذهب والتعصب هو هدفها الأسماء وغايتها العظمى لديمومة التسلط على رقاب اليمنين ولعل الإمامة بسلالة العنصرية أو على الأقل أولئك الذين زينوا للظالمين ظلمهم حتى لن نعم كل سلالة الهاشمين لعل تلك الدائرة الضيقة وفي حالة نشوة نسيت أن الشعب سوف يستفيق وينفض عنه غبار الخنوع ويلق ظالمه درسا لن ينسوه ويهدم ملكهم وهو ما كان في ثورة الشعب الخالدة في 26 سبتمبر 1962 ولأن التاريخ يعيد نفسه ها نحن اليوم وبعد 57 عاما من الثورة أو دعونا نقول 57 عاما من تأمر فلو الإمامية وجماعة الأخواني على الثورة وتركم الأخطاء طيلة تلك السنوات الأمر الذي نتج عنه تمكين الإمامين الجدد وعوانه من إحداث خرق عظيم في جدار الجمهورية الذي يأبى أن ينهدم ويقاوم بصلابة رغم تكارب معه الهدم الحوثية والأخوانية خرق مكن الناقمين من الانتقام لحقدم الدفين ضد اليمن وشعب الجمهورية فخلال خمس سنوات عجاف من أصول الحوثي إلى سلطة بانقلاب ظاهرين وحقيقته تسلم سلطة من هادي خلال هذه السنوات الخمس سام الشعب سوء العذاب وعمل على إعادة إنتاج الإمامة في ثوب جمهورية مستحوذا على كل منصب ونهبا لكل مورد ومدمرا لكل منجز ومستنهضا لكل عنصرية ورذيلة مستعينا بالقتلة وأرباب السوابق متدثرا بالدين وهو كاذب وقبيله لكنه منافق راغبا في تركيع الشعب وإعادة التفرقة بين سيد يختلف عن شخص الإمام قديما فكما يقال إن الإمامين يحيى ونجدي أحمد كان يعتدان بنفسيهما ويفخرا بيمانيتهما ولا يقبل أن يكون تابعين لأحد هكذا يقال لكن الحوثي الإمام البشع يفخر بأنه تابع ذليل ويستميت لأجل إثبات عمالته مستمدا ثقافته من إيران وتعليماته من الخمينية وينظيم قلدا تقليدا أعمى لنصر الله فكان دونا من عن الدون وصغيرا حدا لا رؤية رغم توهمه أنه كبير قير مدرك أن حقيقة توهماته سببها شقاق الطرف المناهض له وضعف الشرعية ورئيسها وغياب مشروع وطني جامع يعيد خلق اصطفاف وطني ضده ولكن ما أنا مؤمن به هو أن سبتمبر لن يموت وأن الأحرار موجودون ويولدون وغدا تتضافر الجهود ويرتب الصف لدحر عدو ثورة 26 سبتمبر ودفن مشروع الحوثية مشاهدين الكرام سوف نتحدث في هذه الحلقة عن التساؤلات عدة أهمها هل استكهل مكنت الميليشيات الحوثية من بسط سيطرتها على الحديدة وموانئها وأيضا بالنسبة لسيطرة الإيران على النفط وكذلك على الموانئ الدولية جعل ذلك أدرعها في إيران هي الميليشيات الحوثية في اليمن تقوم بتلك المهمة ومن المتساهل معها مشاهدين الكرام للحديث أكثر حول هذه الموضوعات معي في الاستوديو عزة مصطفى كاتب صحفي وكذلك سوف يكون معي عبر الهاتف محمد مهدي كاتب ومحلل سياسي وأيضا الأستاذ علي رجب بحث في الشؤون العربية قبل مناقشة هذه القضايا نذهب إلى فاصل ثم نعود أهلا بكم مشاهدين مجددان البداية مع ضيفي في الاستوديو عزة مصطفى مساء الخير أهلا مساء الخير نبراس لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام نعم لو بدأنا في تساؤلنا الأول نقول هل برأيك عزة استوكهول مكن الميليشيات الحوثية من بسط سيطرته على الحديدة وموانئها بالطبع طبعا نتحدث عن قرابة عشر أشهر من الإعلان عن هذا الاتفاق وكان نفترضا محدد له سقفا زمنيا 21 يوما للتنفيذ لكننا الآن يعني على عتاب عشر أشهر تمضي من هذا الإعلان وقد أخر طبعا هو عرقلة وأوقف تحرير الحديدة الوشيكة الذي كان وشيكا جدا نحن نتحدث عن بضعة كيلو مترات فقط من الميناء واستكمال أيضا تحرير وقية أحياء مدينة الحديدة التي حررت بعض أحياءها طبعا الجنوبية والشرقية وبالتأكيد أن هذا الاتفاق طبعا أوقف التحرير وجعل من الميليشيا الحوتية سلطة أمر واقع كادت أن توشك على الرحيل من المدينة لكنها مددت لها العشر الأشهر الأخيرة وربما أيضا نشهد تطويلا في تنفيذ الاتفاق والتلكأ في تنفيذ هذا الاتفاق لأشهر أخرى وتظل في هذه الميليشيا باسطة ذراعها في مدينة الحديدة وموانئها بالذات الصليفة ورأس عيسى نعم بالنسبة لتحرير النفط من يد إيران برأيك هل يقمن في تحرير نقول هنا تحرير الحديدة وكذلك تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية التي تعتبر في المنطقة هي أذرع لإيران طبعا نحن نتحدث عن 2700 كم طول الشريط الساحلي لليمن سواء على البحر الأحمر أو في خليج عدن أو في البحر العربي على المحيط الهندي لم يتبقى تحت سيطرة هذه الميليشيا سوى 200 كم من 2700 كم وهي المسافة من الحديدة إلى ميدي تقريبا شمال مدينة الحديدة لكن بالطبع أن هذه المئتين كم تظل منطقة هامة وخطيرة لأنها مطلة مباشرة على البحر الأحمر نتحدث عن ثلاثة موانئ مهمة من ضمنها ميناء نفطي وميناء هامين مثل الحديدة والصليف وجزيرة هامة طبعا في قلب الممر المائي في البحر الأحمر نتحدث عن جزيرة كاميران وهي جزيرة مأهولة وكبيرة إضافة إلى أن جزء من الشريط الساحلي في البحر الأحمر ما يزال في مرمى نيران هذه الميليشيا بما فيها المناطق المحررة نحن نتحدث مثلا عن مناطق قبالة المخا قبالة الخوقة في المناطق الجبلية شرق السهل التهامي نتحدث عن مثلا جبر راس نتحدث عن ريمة وهي مرتفعات شاهقة عالية بإمكان نيران الحوثي الوصول إلى البحر الأحمر من هناك نتحدث عن تقنيات أيضا الآن إيرانية تستخدمها هذه الميليشيا مثل الطائرات المسيرة في الجزء على الشريط الساحلي الذي ما زالت تسيطر عليه من الحديدة إلى ميدي تستخدم طبعا القوارب المفخخة أيضا ونتحدث أيضا عن صواريخ باليستية وما إلى ذلك ويظل التهديد قائما طبعا للبحر الأحمر حتى في المناطق المحررة لأننا نتحدث عن مناطق مطلة على هذا المرتفعة مطلة على الشريط الساحلي المحرر ما زالت بيد الميليشيا وهذا يلزم طبعا إخراج الميليشيا من صنعاء بالتأكيد إذا ما خرجت من صنعاء فإنها ستنهار مثل أحجار الدومينو في بقية محافظة اليمن التي ما تزال تفرض عليها سلطة الأمر وأقعها نعم قام معي عزة الآن أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي رجب أستاذ علي رجب مساء الخير مساء الخير مساء الخير أنا بدي عبرك وأنا بدي في الكرام نعم أستاذ علي كونك بحث في شؤون العربية برأيك هل الآن تستطيع إيران السيطرة على أهم أماكن تواجد النفط عبر تهديدها للمصالح الدولية ذلك تقوم به عبر أذرعها في اليمن وهي الميليشيات الفردية لا تستطيع أن تسيطر إيران على موارات النفط في ظل وجود قوة دولية وتحالف والتحالف العربي في اليمن والقوة الدولية في منطقة الخريق عدن لكن هي يمكن أن تشكل تهديد يعني تهديد إعاقة للعملات الملاحة عبر أذرعها وحادث قبل ذلك استهداف لنقلة نفط إمراضية وأكثر من نقلة نفط في البحر الأحمر والميليشيات بذلك هي أداء في يد ملالي طهران للاستهداف وتحقيق مصالحها في منطقة الشريق العربي والمحل الأحمر نعم برأيك أستاذ علي بقى الآن الميليشيات الحوثية بعد أن مكنها اتفاق ستوك هلم من سيطرتها على موانئ الحديدة وكذلك الحديدة من شكل نقول هنا في جزء كبير لا بأس به برأيك إلى متى سوف يستمر ذلك وهل تعتبر أنت أن اتفاق ستوك هلم لا زار ساري المفعول حتى الآن هو اتفاق ستوك هلم أفرغ من المحتوى وواصبح في حكم المنتهي يعني ليس هناك أي بنود تم إجرائها على أرض الواقع من قبل يعني تحقيقها على أرض الواقع من البنود وفقا لبنود اتفاق ستوك هلم هو ما حدث كلها عمليات سورية بين ميليشيات الحوثية وميليشيات الحوثية هي التي ستصيدر بزي آخر ولسا بزي رسمي إذا كان هناك زي عسكري أو زي مدر الميليشيات في يوم ما حدثه سيطرة الميليشيات دقاء سيطرة الميليشيات وفرض سلطة الأمر الواقع في مناء الحديدة الأمر الآخر أن حتى الآن يعني الميليشيات ما زالت تحشد مقاتليها في الحديدة وما زالت تزمارس الخطرقات للهدنة وكل البنود الاتفاق هي تقريبا أحرقت الاتفاق وفقا للمراقبين ووفقا لمعدل الاختراقات اليومية داخل مدينة الحديدة العبر الآخر أن الحوثين يزعمون دائما أن أن الميناء وهو تحت سلطتهم بسبب الغاس الإنسانية ولأخيره لكن هي حتى الآن وفقا للجنة الحكومية اليمنية اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية أن الميليشيات هي التي تمنع بصول يعني سفن ونقلات النفط إلى ميناء الحديدة لتفرخح في الميناء فهذا كل يعطي مواشراته دلائل أن بقاء الحديدة هو هدف بقاء الحديدة في الميليشي وهدف استراتيجي لقادة الميليشيا ولإيران أيضا فبقاء الميناء تحت سيطرتهم يعني استمرارهم لورقة مهمة والستراتيجية في البقاء في السلطة والبقاء على الاقتصاد بسلطة الأمر الواقع في صنعاء والمدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثية نعم كيف تقرأ مراوغات الميليشيات الحوثية في ظل الصمت الدولي المراوغات هي إعطاء يعني التخاط أمساس لمقاتلين الميليشيا في عدد في عدد الجبهات وليس الجبهة الحديدة فقط في الضالع أو في الصهد أو في الصنعان أو في الصنعان أو في الصنعان أيضا يعني إبقاء إبقاء أمالها في السلطة وإبقاء فرض سلطة الأمر الواقع والاستمرار لفرض لفرض سلطتها إلى أجل غير مسمى فمعنى بقاء الحديدة تحت سيطرتها يعني بقاء صنعات تحت سيطرتها يعني بقاء عمرها وسعدها وغيرها من المحافظات في المنارق الواقعة تحت سيطرة الميليشي نعم الأستاذ علي رجب بحث في الشؤون العربية شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي في الاستوديو عزت مصطفى عزت برأيك مسؤولية من أنه يتم تحرير الحديدة وموانئها وكذلك عدم تهديد المصالح الدولية طبعا هو مسؤولية المجتمع الدولي بشكل أساسي لأنه طبعا بغض النظر عن إذا ما كانت الميليشي تهدد الملاحة الدولية وتهدد مدادات النفط في العالم لكن أيضا أي انتهاكات في أي بلد وانقلاب جماعة عنصرية متطرفة أيضا ذات بعد عقائد متطرف يعني هم أيضا باعتبار على الاعتبار أن الأمم المتحدة منظمة تضامنية فيما بينها يجب عليها أن تتدخل في هذا الشأن ونعرف أن اليمن يعني منذ الانقلاب وهي تحت الفصل السابع بالذات بعد صدور القرار 22-16 من مجلس الأمن لكن هناك مصالح طبعا أنا أعتقد أن كل ما يقال سواء داخل أروقات مجلس الأمن في جلسات علنية أو في جلسات مولقة هو مغالطات هي هيئة مفرغة تقول كلام إنشائي ودبلماسي أكثر منها يعني تعبر عن مصالح مجموعة من الدول الضيقة بالذات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أكثر مما تعبر عن مصالح بقية العضاء الآخرين فما يحدث في الحديدة طبعا واضح أن هناك غطاء من بعض الدول نتحدث عن حتى الولايات المتحدة نستطيع أن نقول أن ربما لديها مصلحة من التفاهم مع الحوثيين رغم الشعار الزائف الذي يطلقه الحوثيون وهو طبعا شعار خميني منذ سبعينات الموت لأمريكا لكنه طبعا فقط شعار موجه للداخل للتعبئة للناس البسطاء الذين يعني ينغرون بهذه الشعارات بينما نجد أن الأمريكان يتباحثون في مسقط مع الحوثيين بشكل علني ومباشر وعلى مستويات ويبدو أن أيضا بعض الهيئات داخل الولايات المتحدة ضمنها بعض المؤسسات الحقوقية والسياسية ومركز الدراسات التي يؤثر عليها عدد من الباحثين اليمنيين المنتمين للسلالة العنصرية قد أقنعوا الأمريكان أن تغيير سلوك الحوثيين عبر مجموعة وهذه عبارة طبعا وردت في بعض التقارير تغيير سلوك الحوثيين عبر منحهم عدد من الحوافز يبدو أكثر نجاحا من تغيير نظرة الحوثيين للعالم وهذه طبعا مغالطة كبيرة وكأننا نقول أننا نريد أن من قاتل أن يكف عن سنكافئه أو سنعطيه حوافز للكف عن القتل لكننا لا نريده أن يغير قناعته اتجاه القتل نريده فقط أن يكف عن القتل عبر مجموعة من الحوافز وهذه مكافأة طبعا لقاتل أكثر منها استراتيجية حل لسلام دائم أو إنهاء الصراع طبعا وأعتقد أن هناك بعض الدول تريد أن تؤسس للصراع جديد بمعنى أن الوصول إلى اتفاق سلام مع الحوثيين يكون تمهيدا لصراع آخر لاحق ربما لكن واضحا الحديدة هي مرتكز هذه الاستراتيجية وتضارب هذه المصالح العالمية في المنطقة نعم عزة اليمن يرهن أي مشاورات مقبلة مع الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق ستوكولم برأيك إلى أي مدى سوف ينجح في ذلك اتفاق ستوكولم من الصعب أن ينفذ هو طبعا ميت كلينيكيا بالتأكيد إذا كنا نتحدث عن 21 يوم سقف زمني حدثت الأمم المتحدة نفسها والآن نحن على وشك الدخول في الشهر الحادي عشر أو انتهاء الشهر العاشر لهذا الاتفاق دون أي خطوات تنفيذية على الأرض هناك تعمد كان من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المبعوث الأمم من مارتين جريفث إلى أن يكون هذا الاتفاق مبهما وكل طرف من الأطراف يعطيه تفسيرا خاصا بينما الأمم المتحدة لا تعطي للاتفاق تفسيراتها الخاصة بما يجعل حالة الصراع قائمة وحالة عدم التنفيذ أيضا قائمة هذا الاتفاق وكانه سمم لكي لا ينفذ هذا الاتفاق لكن تحتضيط أن الحديدة إذا نعجزت ما البدائل إذا كان اتفاق لا يعتبر موجود على أرض الواقع فعلا وأنه كان مجرد اتفاق قيلة لم ينفذ منه ولو حرفا واحدا برأيك ما هو البديل ربما أعتقد الآن طبعا هو الاتفاق استوكهولم جاء على الاعتبار أنه تمهيدا لبناء إجراءة بناء الثقة وهو مثل بالونة الاقتبار نريد أن نصل إلى اتفاق بين الإنقلابيين والحكومة الشرعية لتنفيذه في نطاق جغرافي معين المتمثل في مدينة الحديدة وإذا ما نجح سيكون هو تمهيدا لبناء الثقة والذهب إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة برمتها لكن أعتقد طبعا هذه مغالطة ربما أيضا الآن بعد الفشل الذريع إذا ما أراد المجتمع الدولي الوصول إلى اتفاق سياسي خاصة بعد التوتر القائم بين إيران والخليج والعالم وتهديد مدادات النفط في العالم طبعا والتوتر الذي تزداد وطيرته في المنطقة ربما قد يدفع بعض الدول إلى الاقتناع بحل سياسي في اليمن والقفز على اتفاق ستوك هولم والذهب إلى اتفاق سياسي شامل قفزا على ستوك هولم وهذا طبعا كما قلنا ربما يكون إنهاء لهذه الجولة ليس حلا لصراع في اليمن لكن إنهاء لهذه الجولة والتمهيد للدخول في موجة عنف قادمة بالتأكيد يعني الاتفاق نفسه واتفاق السلام سيكون تمهيدا ويؤسس لموجة عنف جديدة نعم عزة واشنطن تحدثت أنه المليشيات الحوثية جزءا كبيرا من المشكلة في اليمن أيضا الخمس دول الدائمة العضوية بمجلس الان تحدثت أنه المليشيات الحوثية تهدد الأمن الإقليمي برأيك ألا يعتبر ذلك اعتراف منهم معلني بأن اتفاق ستوك هولم قد انتهى طبعا لا أعتقد لأن اتفاق ستوك هولم ما زال يعني كثير من الدول تتمسك بها على الاعتبار أن الأمم المتحدة نفسها ترى وتصرح منذ بدء الأزمة في اليمن أن هذه الأزمة لا تنتهي بالحسم العسكري لكن تنتهي بالمشاورات السياسية نعم التصريحة الأمريكية متناقضة طبعا مع البيانة التي أصدرته الدول الثمان ضمنها الدول الخمس الدائمة العضوية بما فيها الولايات المتحدة ويعني البيانة الثمان واضح أنه يقول أن المشكلة لدى إيران وأن الحوثيين فقط ذراع إيرانية وربما أيضا بقدر أكثر من ما أنهم ينفذون تهديدات فهم يتحملون أيضا يعني تبعات أخلاقية للتهديدات المباشرة التي تقوم بها إيران مثل ما حدث في أرامكو مثلا هم أعلنوا عن تبنيهم للعملية رغم أن العالم كله مقتنع أن الاعتداء والحادث الإجرامي كان بتنفيذ إيراني مباشر لكن الحوثيين أعلنوا عنه التصريحة الأمريكية هي تمهد الحوار مع الحوثيين كما قلنا لأنهم مقتنعون أنهم يريدون تغيير سلوك الحوثيين دون تغيير نظرتهم للعالم أو تغيير عقيدتهم وهناك اجتماعات مع مساعد وزير الخارجي الأمريكي والحوثيين في مسقط وأعتقد أنه عندما يقول الحوثيون جزءا مهما من الأزمة فهو يريد أن يقول أنهم أيضا جزءا مهما من الحل وهو يريد أن يعقد معهم صفقة للقبول باستمرارهم كمكون مهم في السلطة القادمة التي يرسمون لها وسينقلبون عليها مقابل ربما بعض المصالح التي يرتبونها مع الهاتف سوف أذهب الآن إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ رماح الجبري طبعا محلل سياسي مساء الخير أستاذ رماح أهلا رماح لو عرفنا مثلا منك أبعاد ما يحصل من تبكين الميليشيات الحوثية من بسط سيطرتها على الموانع وخصوص الموانع الحديدة سعلا كما تحدث أخي عزة مصطفاه أكثر من مطلع في هذا المجال وما يخص مدينة الحديدة ولذلك الميليشيات الحوثية سعلا تعتبر أن الموارد المالية التي تأتيها من مدينة الحديدة موارد كبيرة وبالنسبة لها تمثل شريان حياه ورئة تنقص منها ودليل ذلك أنها خضعت ووزفت يعني ووافقت على كل شروط المتحدة عندما كانت القوات المشتركة على أبواب مدينة الحديدة وعلى بعض كيلوهات من تحرير الموانع اليمنية ولذلك أعلنت أنها ستسلم وأنها ستسلم كل شيء بالسلم وبالاتفاق وإلى ذلك وهذا أغرأ المدعوث الأممي مارتين بريفيك على أنه سيحدث انتصارا وسيحدث تكتبا في الملف اليمنى يحسب له شخص شكرا جزيلا لك رماح الجبري كاتب صحفي ومحل السياسي أعود لك عزة مصطفى بالنسبة الأبعاد ذلك كنت سألت الأستاذ رماح عن الأبعاد التي الآن تجعل الميليشيات الحوثية هي المسيطرة على هذه الموانع خصوصا وأنه طبعا هناك لا اتفاقيات تقوم بإلزام الميليشيات الحوثية بتسليم الموانع طبعا كان الأستاذ رماح يقول دخل في كلام مهم حول المبعوث الأممي مارتين جريفث قبل أن انقطع الاتصال للأسف وبالفعل مارتين جريفث يبحث عن نصرا شخصيا له في اليمن نصرا مهنيا ربما وهذا طبعا كان هذه الغاية وهذه الآمال كانت لدى كل المبعوثين السابقين بما فيهم جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ والميليشيات الحوثية لعبت على هذا الوتر واستغلته ومارست الابتزاز بحقهم وفيها تفاصيل كثيرة طبعا مثلا جمال بن عمر كان يبحث لأن يكون أمينا عاما للأمم المتحدة قبل أن يأتي جوتيرس لكن فشله في اليمن في الأخير عاقة ترشحه مارسن قلفت لديه مبررات أخرى لكن عموما طبعا فيما يتعلق بالسيطرة على الموانئ الميليشيات الحوثية لن تخرج باتفاق موقع سواء ترعاه الأمم المتحدة أو أي من كان يرعاه ولم تخرج من أي منطقة بأي اتفاق مشابه هي خرجت بالقوة العسكرية من كل المناطق وكان التخليص هذه الموانئ من سلطة الميليشيات الحوثية ممكنا بالعمل العسكري وكان وشيكا هذا العمل العسكري والتخليص الاتفاق جاء ليعرق التخليص هذه الموانئ من سلطة الحوثيين وليس العكس عندما نأتي ونتحدث مثلا عن الغطاء الأخلاقي الذي غلف به اتفاق ستوكولم كان غطاء متعلق بالإغاثة الإنسانية عشر أشهر الآن الوضع الإنساني في اليمن عموما ليس في الحديدة فقط زاد سوءا بسبب أن الاتفاق عدم تحرير الحديدة أدى إلى إعاقة وصول الإغاثة الإنسانية التي كان الاتفاق ستوكولم يبدو كأنه هدفا لسهولة مرور المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين بينما ما حدث أن اتفاق ستوكولم أدى إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية نتحدث عن الغام حول مطاحن البحر الأحمر الغام حول الموانئ الممر الآن المدينة مقطعة الأوصال القوافع الشاحنات لا تستطيع المرور سواء من الموانئ أو من المطاحن إلى مناطق كثيرة أو تخرج أو تدخل إلى المدينة الحديدة الميليشة الحوثية أصفت مطاحن من البحر الأحمر أكثر من مرة من مرة بقذائف الهون يعني مخزون القمح في المطاحن لم تستطع ببرنامج الغذاء العالمي توزيعه وتعرض الجزء كبير منه للتلف كل هذا اتفاق ستوكولم الذي جاء تحت غطاء الإغاثة الإنسانية برأيك عزة هل فشل المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق ستوكولم وكذلك حماية الموانئ في الحديدة والمصالحات دولية التي طبعا تقوم بتهديدها إيران عبر الميليشة الحوثية نعم نستطيع أن نقول أنه فشل في تنفيذ اتفاق ستوكولم إذا كان صمم الاتفاق لينفذ لكن ربما نحن الآن بعد عشر أشهر ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى كأن هذا الاتفاق المجتمع الدولي نفسه صمم هذا الاتفاق كي لا ينفذ وبالتالي يكون نجحة في خطته نعم استدراج اليمنيين إلى عدم إنهاء هذا الصراع يعني بالحسم العسكري وإنهاء هذه الميليشية لأن تحرير الحديدة كان سيمثل بداية انحسار كبير لهذه الميليشية وبالتالي وجودها في أي سلطة قادمة سيكون يكاد يكون معدوما أو أمرا غير وارد لكن الآن بقاءها ربما يمهد الحل السياسي تكون هذه الميليشية الحوثية موجودة فيه وقد يكون هذا طبعا هدفا لبعض الدول لا شك إذا كان هذا هو الهدف الذي نقرأه الآن بعد كل هذه الأشهر من إعلان اتفاق السوكولم سيكون المجتمع الدولي أو الذي يحرك المجتمع الدولي الذي يحرك الأمم المتحدة كمنظمة تعبر عن المجتمع الدولي سيكون قد نجح في هدفه إنما إذا كان الاتفاق السوكولم صمم لينفذ فأكيد هناك فشل وفشل ذريع بالتأكيد نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ عزة مصطفى كاذب صعفي وأشكركم أيضا مشاهدين الأكرم لحسن المتابعة حتى الملتقى في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة